تعثر محاولات حل الملف النووي الإيراني يدفع واشنطن للبحث عن خيارات أخرى مؤشرات كثيرة على فشل الدبلوماسية الأمريكية في منع إيران من تطوير برنامجها النووي ما دفع واشنطن وفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن للبحث عن مخرجات أخرى تحليل مطول لمجلة نيويوركر الأمريكية استنتج أن إدارة بايدن باتت تدرس تغيير تعاملها مع تهران لا سيما أن الدبلوماسية والمحادثات النووية التي انطلقت في فيينا بدوراتها الثماني منذ أبريل الماضي لم تثني السلطات الإيرانية عن وقف أنشطتها النووية المتسارعة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي أكد أنه في أواخر نوفمبر كان برنامج إيران قد تجاوز كل القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مضيفا أن الإيرانيين عمدوا إلى إفراغ الصفقة تدريجيا من مزايا حظر الانتشار النووي التي تم التفاوض سابقا من أجلها بدوره اعتبر زهار بالتي مدير المخابرات السابق في جهاز الموساد أن بلاده مدركة لتطور طهران النووي أمام هذا الواقع لم يعد لدى الإدارة الأمريكية على ما يبدو سوى النظر في وسائل بديلة في حال فشلت المفاوضات في فيينا وقد تشمل تلك الخطط فرد عقوبات أقصى وغيرها أيضا من الخطوات المؤلمة فراس حمزة العربية شكرا